اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالتالي عايز تقيس كارلوس كيروش واللي جاي وفي ناس كتير جدا بتقيس على ماتش كود ديفوار وتربط بينه وبين مواجهة السنغال منتخبين قريبين الى حد ما من حيث القوة من حيث سرقة اللعبة وبالتالي هيكون اختبار ومحك حقيقي لكارلوس كيروش في المباراة اللي جاي مباراة صعبة لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة وفي مقولة بتقول انه الخز لا يخدم الا الاقوياء فكرة انك انت القرعة تخدمك فكرة انك انت وعلى فكرة ده ينطبق على مشوارنا في قمة وفكرة ينطبق كمان على مشوارنا في كاس العالم فكرة انك انت تبقى مستني القرعة تخدمك او انك انت يا رب بس نتفادى المنتخب الفلاني او ما نلعبش المنتخب العلاني الكلام ده لا يليغ بمنتخب مصر والكبير لابد انه يثبت انه كبير قدام الكبار يعني طبيعي جدا انك انت كمنتخب كبير ده تثبت نفسك قدام المنتخبات الصغيرة أو المنتخبات يعني صاحبة المستوى أو التصنيف الأقل منك لكن طبيعي جداً أنه الكبير يثبت نفسه قدام المنتخبات الكبيرة وطبيعي جداً أنه اللي عايز يوصل مونديال اللي عايز يلعب مع أكبر كبار العالم تورد جداً في المونديال ده تكون بتاعب مع أسبانيا ومع فرنسا ومع بلجيكا ومع أرجنتين مع برازيل وارد جداً قرعة تجيبك في طريق الناس دي تعمل إيه معاهم؟ يعني كنت إذا كنت أنت بتحاول تتفادى مواجهة كبار أفريقيا طب هتعمل إيه معا الأكبر منهم هتعمل إيه معا المنتخبات المرشحة أنها تحقق لقب زي لقب كاس العالم وبالتالي المطلوب منك في المناسبات دي كمنتخب كبير برضو وأنا ما زلت مصر من المنتخب المصري منتخب كبير يملك من الإمكانيات ويملك من المهارات ويملك من العناصر اللي تسمح له أن يكون دايماً موجود في منصات التتويج على الأقل على المستوى الأفريقي ويسمح له على فكرة إن شاء الله بإذن الله أنه يوصل كاس العالم وشايف كمان أنه إحنا لما نروح كاس العالم ما نعملش كده زي روسيا شايف أنه لو في قيادة يعني وثقة بأداية في إمكانيات لعبتها وعندها رؤية لكيفية استثمار واستخدام المهارات والإمكانيات دي بالشكل الأمثل شايف كمان إحنا نروح كاس العالم نعمل بطولة قوية ما نعملش بطولة شبه اللي حصلت كده مع هكتور كوبر في روسيا بطولة للنسيان شايف المنتخب المصري يقدر يلعب كرة حلوة شايف المنتخب المصري يقدر يفرط شخصيته على كائنا من كان بقى سنغال كانت كودفوار مغرب بعدها حتى كاميرا ونصحبة الأرض والملعب والجمهور نقدر نلعب قدام لكن إزاي ده يحصل هو ده السؤال يعني لو سمح وقتنا النهاردة أنا هوريكوا بعض المطشاط في البونزليجة في الدولة الألمانية شوفوا قد إيه كرة سهلة شوفوا قد إيه كرة ممتعة شوفوا قد إيه الفرق وبكلمكم على فرق في منتصف الجدول أو في مؤخرة الجدول بتلعب مطشاط كبيرة جداً وبتقدم كرة حلوة جداً ما فيهاش معاناة معه طول ما انت بتعاني طول ما انت دايماً مضغوط طول ما انت مش قادر تلاقي حلول طول ما انت بتلاقي صعوب إنك انت تنقل كرة أو إنك انت تبني هجمة أو إنك انت توصل لمرمى الخصب اعرف تماماً الإدارة الفنية غايبة طبيعي جداً مين اللي هيلاقي الحلول مين اللي هيضرب الفرقة مين اللي هيحط المفاتيح ويقرر فريق المنافس عشان يحط التشكيل الأمثل والطريق الأمثل ما طبيعي جداً يكون الموديل الفني والجهاز المعاهو غير كده مين ممكن يعمل المهمة دي الجمهور مش ممكن اتحاد الكرة برضو مش ممكن الإعلام الرياضي هيهات ففي النهاية الحقيقة احنا مستنين كتير جداً من كارلوس كيروش في المباراة اللي جاية مش بس عشان نضمن التقاهل لدور التمانية لكن عشان نقول بقى ان المشوار يعني بيتحرك لقدام منتخب مصر بيتطور سنة بسنة كارلوس كيروش بقى صاحب بصمة مستنين نشوف ده بشكل كبير في مباراة كوديفون مباراة تانية وهي مباراة في منتعة الاهمية لأنها الاستعداد الاول او الخطوة الاولة في مشوار الاستعداد النادي الاهلي للمونديال الاندية ان شاء الله اللي بيقرب 5 فبراير انتم متخيلين يناير طار يناير كله طار وحتى اللحظة ما بدأش الاهلي لأسباب كتيرة جداً وفي اغلبها او في معظمها اسباب منطقية الاستعداد لمونديال الاندية لكن ماتش اسموحة هيكون خطوة اولة ليه بقول لحضراتكم الكلام ده لانه الاهلي هيتخلى عن شبابه شبابه اللي تقلقوا وابدعوا وقدموا 3 ماتشات كبيرة جداً في بطولة كسر ربطة بداية مع الجنع مروراً بالاسماعيلي وصولاً للمقاولين مشوار يستحق التحية لكن بداية من ماتش اسموحة ان شاء الله تشكيل الاهلي وقوام الاهلي الاساسي راجع المباردين ان شاء الله هتشهد عودة عدد كبير جداً من اللاعبين لقائمة النادي الاهلي منهم محمد مجدي افشا منهم رامي ربيعة منهم طاهر منهم الشحاية برسيتاو مكسوني وغيرهم وغيرهم هستعرض مع حضراتكم القائمة بالكامل النهاردة أو على اقل الاسماع اللي هترجع للماتش بتاع سموحة مبارا في منتعه الاهمية هياخدها مستر موسيماني خطوة اعداد اولى طبعاً قبل ما نروح المونديال والكلام كتير كمان على المونديال النهاردة وخصوصاً المنافس الاولين طبعاً مفتاح البطولة بالنسباننا مونتري المكسيكي مشوارنا مع مونتري مش انا دايماً لا اؤمن بالتاريخ سواء لو كنت بتكلم على الاهلي أو على المنتخب ما بحبش قوي اركن لفكرة المواجهات وفكرة الكعب العالي وفكرة مين عنده رصيد اكبر من الفوز وغايل اخره لكن برضو بيتحط في الاعتبار يعني مونتري تغلب اواجهنا مونتري مرتين قبل كده والمرتين تغلب فيهم علينا لكن مونتري لها يقابلنا السنة دي مختلف فيه اكتر من سبب يدعوك للتفاول اولاً مستوى اللي بيقدي به في البطولة المحلية قبل ما ييجي قابلنا في بطولة كاس العالم ما تقدرش تقول انه فيه احسن مستوياته ويحتلح علينا المركز السابع في جدول الترتيب نمرة اتنين انه عنده ظروف مشابهة جداً لظروف النادي الاهلي عنده تقريباً في حدود من 9 لعيبة بيشاركوا مع منتخباتهم برضو في تصفيات كاس العالم ومفترض انه المتشاط دي هتخلص يوم واحد او اتنين او تلاتة على حسب طبعاً المواجهات لانه فيه عنده لعبين بيلعبوا مع منتخب المكسيك سبعة ستة او سبعة لعيبة والباقيين بيلعبوا مع منتخبات امريكا الجنوبية كل احد بيلعب مع منتخباته عندهم لعيبة محترفة يعني وبالتالي هيبقى عندهم صعوبة شديدة جداً في ان هم يحضروا ويجهزوا للمباراة بتاعة الاهلي في بطولة كاس العالم الوقت بالنسبة لهم هيكون دايئة خصوصاً انك تتكلم عن رحلة سفر هتكون طويلة جداً ومرهقة جداً احنا الاهلي قاهرة بوزبي كلام فاضي تتكلم في ايه في ساعة ولا ساعتين لكن بتتكلم على امريكا الشمالية ورحلة طويلة جداً بالتأكيد هيكون لها تأثير على جهزية منتخباته فالمواجهة ظروفنا كمان السندي في البطولة دي مفترض انها افضل كتير من المواجهات السابقة انت رايح السندي وانت بتشارك لمرة تانية على التوالي رايح السندي والجيل ده بيأكملوا عنده الخبرة في مواجهة الفرق الكبيرة لعبوا ثلاث مطشاط في منتهى القوة في البطولة اللي فاتت لعبوا قدام باير مينيخ واحد من افضل فرق العالم وقدموا عرض كويس لعبوا قدام باير ميراس بطل برازيل بطل امريكا الجنوبية وقدروا ان هم يتغلبوا عليه ويحقوا البرونزية فالناحية المعنوية وحتة الخبرة بتصب بشكل كبير جداً في مصلحتك سؤالنا مستمرة على السوشال ميديا زي ما حضراتكم عارفين طبعاً على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام اختياركم لأفضل ثلاث لعبين في مباراة المقاولين قبل ما نروح لمواجهة سموحة إن شاء الله يوم الخميس قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نستعرض مع حضراتكم أهم أخبار وعنوين حلقة النهاردة من السادسة الأهلي بيبحث مع عفيفة الترتيبات النهائية والمساحات قبل مونديال الأندية الأهلي يستعيد 12 لاعباً قبل مباراة سموحة ومنطرية المكسيكي بيفلت في الدقائق القاتلة بتعادل في آخر مباراة بالدوري المكسيكي منتخب مصر بيدخل معسكراً يوم 21 مارس استعداداً لمواجهة السنغال والسولية صاحب أفضل تمرير حاسمة في مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا نقطة تانية بتكون مهمة جداً وبجد بتصنع الفرق في كرة القدم هي الحوافز والدوافع يعني يخد بالك أنه منتخبات مثلاً تعالوا نشوف منتخبات زي الجزائر وزي غانا منتخبين عندهم تاريخ كبير جداً عندهم سكواد محترم وبالذات الجزائر حقيقة يمكن يكون واحد من أفضل الأجيال اللي مسلت الكرة الجزائرية وخارج يمكن كمان من بطولة كاس العرب في حالة النشوة حالة الثقة أنه منتخب صاحب شخصية البطل عنده لعيبة مصنفة على أنها الأفضل في مراكزها وبتلعب مع فرق كبيرة جداً وبالتالي منتخب دايماً مرشح للتتويج منتخب بالتأكيد برضو مرشح من البدايات خلص الحياة حتى بصرف النظر عن مردود مشاركته في بطولة أمم أفريقيا أو مستوياته اللي قدمها أنه يكون من المنتخبات الخامسة الدوافع مختلفة تماماً مشاركته في بطولة أمم أفريقيا عن مشاركته في كاس العالم ومنتخب غانا ينطبق عليه نفس الأمور غانا اللي خرجت من الدور الأول والجزائر اللي خرجوا من الدور الأول ما تتوقعوش أن هم هيكونوا يعني منافسين سهلين سواء بالنسبة نيجيريا اللي هتلعب مع غانا أو الكاميرا اللي هتلعب مع الجزائر بالعكس الدوافع والحوافز اللي كنت بقول حضرتكم عليها هنا في الأول هتفرق بشكل كبير جداً في مستويات المنتخبات دي الحوافز والدوافع دي بالنسبة لنا إحنا ممكن تكون عامل فارق جداً مع منتخب مصر في مواجهاته الصعبة سواء في مشوار أمم أفريقيا أو سواء في مواجهتنا مع السنغال وإذا كان حتى فنياً ممكن تقيس على أنه منتخب السنغال أو نسخة السنغال عشرين اتنين وعشرين نسخة قوية جداً ونسخة مرشحة لها ممكن بالورقة والألم بحسابات الورقة والألم أفضلية عن المنتخب المصري فأنا شايف أنه الحوافز والدوافع عند المنتخب المصري الناحية المعنوية والنفسية إذا ما أجد إذا ما أجد ميستر كارلوس كيروش خد المفتاح بتاع تركيبة اللعب المصري وأجد شحن بطارياته المعنوية والنفسية أنا شايف أن المنتخب المصري بقى رياحية كبيرة جداً وبسهولة كبيرة جداً يقدر يتخطى المنتخب السنغال عملناها مع الأكبر منه عملناها مع البرازيل وعملناها مع إيطاليا آه ما كسبناش البرازيل لكن لما تشوف منتخب مصر في البلعب لما تشوف الثقة ثقة اللعيبة في نفسها وثقة الجهاز الفني في لعبته وهذا بيترجم في طريقة اللعب وفي الأريحية وفي الأدوار اللي بيديها صعب جدا وانت نزل النهاردة يعني النهاردة انت لو بتوجه منتخب البرازيل مستر كارلوس كيروش هيلعب غاليا بطريقة 9-1 أنا بقول مثلا يعني ليس سخرية أبدا من الرجل الحقيقة ولا فكره لكن يعني في ظني المقدمات اللي ادهاننا في مطشوطة قبل كده تقولي انه هيلعب مباراة دفاعية من الترازل الأول لكن وانت بتلعب مع البرازيل قبل كده لعبت جيم مفتوح وهجمت البرازيل والناس قالت عليك انت البرازيل أكتر من البرازيل نفسها إيطاليا لعبت مباراة دفاعية من الدرجة الأولى لكن حققت الهدف وقدرت انك انت تكسب منتخب هو الأول دفاعيا أو في التكتيكات الدفاعية على مستوى العالم وبالتالي هو ده اللي انا بقوله ثقتك في لعبتك بتترجم في اختياراتك وبتترجم في طريقة اللعبة اللي انت نازل تلعب بيها لو مستر كاروس كيروش في اللي جاي قدر يقرأ المفاتيح اعتقد تفرق معنا كتير قوي في مواجهة السينيغاني نروح لكاس العالم احنا تحديدا عشان نقرب لكم المسافات السبت مش اللي جاي اللي بعده ماتش الأهلي الأول في بطولة كاس العالم يعني يعد السبت اللي جاي توصل للسبت اللي جاي افضلك اسبوع على انطلاقة البطولة وعلى مواجهة مونتري المكسيكي بداية من ناحية التحضيرية يعني انجاز التعبير خلينا اقول انه الاهلي بالفعل في قنوات اتصال مفتوحة واتصالات مكسفة مع الفيفا في الفترة دي عشان يعني يتموا مناشة كل الترتيبات الخاصة بقى بصفر البعثة وبصفر فريق للامارات اللي هتصطديف البطولة ان شاء الله عشان نشارك في نسحة جديدة من مونديال الاندية كل ما يتعلق بقى بترتيبات الاقامة المساحة الطبية اللي هتغض عليها البعثة سواء خلال رحلة او قبل الصفر ويمكن مجلس قدارة الاهلي يمكن عقد اجتماع عشان يناقش كل الملفات المرتبطة بمشاركة الاهلي في البطولة الاهم والاكبر على مستوى الاندية على مستوى العالم كله وتم مناشة تشكيل البعثة وبعثة الاهلي هتضم يمكن 65 فرد هيمثلوا النادي الاهلي طبعا في بطولة كاس العالم الاندية كلعبين وكجهاز اداري وكبعثة عالمية وكطبعا مسؤولين من الادارة قبل ان شاء الله منواجه مونتري المكسيكي يوم 5 فبراير في انطلاقة البطولة ومناسبة لاستعدادات من ناحية الادارية كمان على المستوى الفني الجهاز الفني نادي الاهلي قرر ان يستعيد في ماتش اسموحة اللي جاي ان شاء الله 12 لاعب غابوا عن مواجهات الاهلي في كاس الربطة يمكن مصر مسلماني هبتدي يعتمد على الهاكة الاساسي للفريق في الماتشاط اللي جاية في كاس الربطة واولها طبعا انت عندك ماتشاط الفضلين سموحة وبنك اهلي سموحة هتكون يوم الخميس وبالتالي في عدد كبير جدا من الاسماء هترجع للقايمة واحتمال كبير جدا تاخد الفرصة للمشاركة في الماتشاط اللي جاية منهم افشا منهم حسين الشحات علي لطفي هترجع مرة تانية محمد هاني ياسر ابراهيم رامي ربيعة محمود وحيد بارسي تاولويس مكسوني جاهز الحمد لله معاهم احمد عبدالقادر طهر محمد طهر وطبعا كابتن الفريق وليد سليمان كلهم هيكونوا جاهزين للمشاركة ان شاء الله في الفترة اللي جاية زي ما قلتلكم اسماء كتيرة بعيدة عن الصورة سواء من اللعيبة المحترفة اللي شاركت في بطولة اهم افريقيا مع منتخباتهم اكرم توفيق طبعا مع مصر بدر بنون مع المغرب نتمنى السلامة لمعلول وديانج لانهما الحقيقة مهمين جدا للاهلي في بطولة كاس العالم مع محليا هنا صلاح محسن بيغيب حسام حسن بيغيب محمد محمود بيغيب كل دول طبعا مش هيكونوا موجودين مع الفريق واحمد نبيل كوكا طبعا لعب الصعد الوعد هيكون غايب برضو لفترة جاية عن المشاركة مع النادي الاهلي روح نحن لمنتلي مع حضراتكم قلتلكم انه الموسم ده الكرة في المكسيك كرة محترمة جدا ومنتخب المكسيك لحقيا برضو واحد من المنتخبات ما قدرش يقول منتخبات السهلة يعني يعني منتخب دايما بيقدم كرة قوية ودايما بيقف قدام الكبار تقدر تقول كده انه كرة في المكسيك كرة محترمة جدا وبالتالي بطل المكسيك ليه كل الاحترام والتقدير وخصوصا أنه البداية الأصعب دايما لما تكون بتقابل منتخب مكسيكي دايما عارفين أنه بطل أمريكا الجنوبية وبطل الأوروبا بيوصلوا بواي يعني دايما بيوصلوا الدور الأبن النهائية على طول مباشرة فأنت بتتجنب مقابلتهم دايما في الأدوار التمهيدية لكن الأهل هيبتدي مشواره مع المنافس الأصعب يعني في الترتيب لما تيجي تقيس بعد بلميراس وبعد تشيلسي أعتقد أنه مونتري المكسيكي مع الأهل المصري بحكم طبعا أنه واخد بطلتين دوري أبطال وراء بعض وحكم أنه هو وصل كمان لبرونزية كاس عالم واخد 2 سوبر إفريقيا فالنسخة بتاعة الأهل السندي مطمئنة لحد كبير وخصوصا أنه جمعين النادي الأهلي متفألة بعد التدعمات أو الصفقات اللي أثبتت نفسها مع الأهلي وهتكون دعم كبير جدا لنسخة الأهل السندي في كاس العالم وأهمها أهمها يعني طبعا بيرسيتاو بشوف يعني إذا كنت بكلم عن جمهور يعني الناس قوي متطمنة وحاسة أنه لعب زي بيرسيتاو ممكن يصنع الفارق لعب زي أحمد عبدالقادر ممكن يصنع الفارق ونتمنى كمان أنه خسيل ويس ميكيسون يدخل فورما ويجهز قبل كاس العالم من الممكن جدا أنا لسه برهن على الولد ده يعني لسه شايف أنه ما دخلش وما وصلش وما أقنعش بالشكل الكافي لكن شايف أنه إمكانياته تؤهله جدا أنه يكون لعب مهم في سكواد الأهلي الموسم ده مونتري بقى على عكس من الأهل يعني الأهلي السنة دي مقدم موسم قوي جدا في بطولة الدوري لغاية المسابقة متتوقف أعتقد أن كلنا متفقين أن عروض الأهلي في البطولة السنة دي مختلفة تماما عن السنة اللي فاتت شايفين أنه الفريق عنده شخصية هجومية واضحة جدا والدليل أنه فيه غزارة هدفية بشكل كبير وتنوع فيه قدرات لعبتنا على التسجيل مونتري يعاني بقى ناحية تانية في المكسيك مونتري يعاني آخر مطش من المطشات كان متأخر بنتيجة 2-0 الموديل الفاني خافير أجري وفكركم تاني بأجري لأنه مش غريب علينا كان بيتولى طبعا تدريبه المنتخب المصري وإحنا كمان بالنسبة له مش غرب هو بالتأكيد فاهم مين هو الأهلي وعنده قدرة على تقييم الكرة المصرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص ومهتم جدا طبعا بحكم أنه الأهلي هو المنافس الأول ليه في البطولة لكن خليني أقولكم أنه أجري في المباراة الأخيرة اضطرت والفريق كان متأخر بنتيجة 2-0 في المباراة الأخيرة ليه في الدولة المكسيكية كان بيلعب قدام كروزازول وكان متأخر بنتيجة 2-0 لكنه قدر في نهاية المباراة يرجع بتعادل مهم جدا أحرز هدفين متتاليين في نهاية المباراة وقدر أنه يرجع وياخد نقطة من المباراة دي لكن اللي عايزة أقوله لكم أنه ظروف مونترية إذا كنت بتشوف أنه ظروف الأهلي قبل كاس العالم صعبة فظروف مونترية المكسيكية بالتأكيد أصعب من النادي الأهلي سواء على مستوى مشاركة لعيبته في تصفيات كاس العالم اللي هتستميل لغاية يوم 2 أو 3 فبراير على حسب الأجندة يعني عنده 10 لعيبة بيغيبوا عليه قبل 72 ساعة من مواجهة النادي الأهلي في بطولة كاس العالم وبالتالي طبعا مع المشوار لازم تحط الرحلة الطويلة جدا من المكسيك وصورا لأبو دبي في الإمارات طبعا اللي هتصديف البطولة في الحزبان وبالتالي أعتقد ظروفه هتكون صعبة جدا 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 كل التوفيق للنادي الأهلي بشوف المباراة دي مباراة مفتحية لو عدناها لو الأهلي عدى موتش مونترية بمكسب الدوافع عند لعيبتنا هتزيد جدا 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 وهيبقى فيه مباراة طبعا نارية وصعبة وقول عليها زي ما أنت عايز تقول لكن يعني الواحد حسس أنه عملناها قبل كده ونقدر نعملها تاني وبالتالي أحس أن لو عدنا موتش مونترية إن شاء الله وحنبقى ورايبين جدا من مباراة النهائي قدام تشيلسي هروح مع حضراتكم لمنتخب مصر وفيه نقطة مهمة جدا قبل ما أدخل على القرار بتاع مستر كيروش أو الفترة المتعلقة بمعسكر منتخب مصر فيه فرق كبير جدا بين أنك أنت تبقى بتنتقد في محاولة منك أنك أنت تسلط ضوء على أخطاء ما هياش رأي شخصي وما هياش وجهات نظر هي حقيقة أقر بيها واعترف بيها وشافها أغلب المتخصصين والمحللين وشافها كمان واتفع عليها الغالبية العظمى من الجمهور أملا منك في أنك أنت يبقى فيه تصحيح مصار يبقى فيه تصحيح للأخطاء دي عشان المشوار يتزبط وعشان الأهداف تتحقق وفرق من أنك أنت تبقى بتنتقد أو مش بتنتقد بقى في اللحظة دي بتهاجم عشان تهدم بتهاجم عشان تخلص حسابات بتهاجم عشان توصل رسائل معينة أو تخدم مصالح أشخاص على حساب أشخاص لما الأمر يتعلق بمنتخب مصر ثق تماما أنه معظم الأصوات مش بكلم علينا إحنا بس هنا أو مش بكلم علينا أنا بشكل شخصي ثق تماما لما الأمر يتعلق بمنتخب مصر الهدف الأول بيبقى مصلحة المنتخب المصري وكلنا شفنا أخطاء واضحة جدا لمستر كارلوس كيروش اتكررت في ثلاث مناسبات مختلفة اتكررت في تصفيات أفريقيا الكاس العالم مرحلة المجموعات اتكررت وبشدة وكان فيه إصرار عليها عنيف وغريب وكانه تحدي لكل الناس جمهور وإعلاميين ومتخصصين ومحللين وخبراء في بطولة كاس العرب وشفناها للأسف كمان يعني كل المتوقعين بقى أنه خلاص فترة التجربة والتقييم وأنه نلعب كل الألعاب اللي عبناها قبل كده خلاص وأن أمم أفريقيا هتكون اختبار حقيقي وللأسف شديد جدا نشوفنا نفس الأخطاء بتتكرر مرة تانية فعشان كده أتمنى الحقيقة انطلاقا بقى من مطش كوديفور نبقى ماشيين بها ما أعتقدش أنه في عندنا مساحة أنه إحنا لا نجرب ولا نخترع ولا نبتكر نلعب في حدود المتاح وفي حدود إمكانيات لعبتنا ونوظفها بالشكل الأمثل خليني أروح كمان لمطش السنغال اللي بشوف في الحقيقة أنا مش متفق طبعا يعني أنت مطش السنغال هتلعب يوم 23 أو 24 فمنتخب مصر مفترض أنه أو قرر مستر كارلوس كيروش أنه يدخل معسكر مغلق يوم 21 عشان يستعد لخوض المباراتين المبارات الأولى اللي هتكون هنا هتجمعنا بالسنغال في القاهرة وبعد كده احنا نروح للسنغال نسافر ليهم في داكار نلعب معهم مبارات العودة ودي في حد ذاتها بتدي أفضلية نوعا ما لمنتخب السنغال لكن أتمنى نقدر نعمل جيم كبير ونحسم منريح نفسنا قبل ما نروح لدكار لأنها هتكون مواجهة صعبة جدا جدا بكل المقاييس 21 بالنسبة لي اختيار عليه علامات استفهام يعني أنك أنت تتجمع 21 عشان تستعد أنك أنت تتواجه السنغال في القاهرة يوم 24 أنا شايفه شيء صعب جدا وشايف كان لابد أن المعسكر يبقى قبل كده شوية ويتخلاله كمان إن كان في الإمكانية أو الأجندة الدولية تسمح أو بالاتفاق بين اتحاد المصري وآية اتحاد تاني يكون فيه مباراة تجريبية لقاء يعني تجريبة قبل المباراة اللي هتجمعها بالسنغال ولكن في النهاية ده قرار قرار ميستر كارلوس كيروش زي ما اختار كده أن يروح متأخر للكاميرون وأعتقد أنه برضو دفعنا فطولة القرار ده بشكل من الأشكال استحملناها في بطولة أفريقيا لأنه عندك فرصة للتعويض وقد كان خسارتك قدام نيجيريا عودتها قدام غينيا بسوع عودتها قدام السودان لكن هناك ما فيش فرصة نهائي للتعويض على كل الأحوال من معسكر المنتخب خلينا نروح للسلية أنا عندي فيه لعيبة الحقيقة مشاركتها في المنتخب ما تقدرش تحط عليها أي علامة استفهام بالعكس لعيبة أجادت بشكل كبير جدا الشناوي في مقدمة اللعيبة دي من وجهة نظري ما على عيبة تانية زي حجازي زي عمر السلية زي عمر كمال عبد الواحد اللعيبة دي الحقيقة قدمت مرضود قوي جدا جدا في البطولة السلية والأسيست الأكتر من الرائع اللي فكرنا مش في جماله ولا في حلوته ولا في طعمته طبعا بالربونة الشهيرة لعملها لمحمد شريف الهدف الثالث في مرمى الزمالك لكنه برضو يبقى واحد من أجمل الأسيستات وده مش في تأديري أنا أو في اختياري أنا لكن ده الاتحاد الأفريقي اللي اختارت تمريرة بتاعت السلية لمحمد صلاح في ماتش غينيا بسوع عشان تكون أفضل تمريرة حاسمة في دور المجموعات بشكل كامل لبطولة أمم أفريقيا يستحقها لحقيقة وعلى الرغم من كتير توقعوا إن صابته تأثر على المستوى بشكل سلبي إلا إنه كان من نجوم منتخب مصر اللي تقلقت بشكل كبير جدا في البطولة ونتمنى أن السلية يستمر على نفس المستوى من التقلق ونتمنى بقى نجومنا الباقية تدخل مرموش يستعيد جزء كبير من مستوى اللي ظهر به مع منتخب مصر في المرحلة القولمة تصفيات كاس العالم ونشوف عمر برموش بتاع البونزليجا نتمنى إنه صلاح إنني يقدمه نفس المردود اللي بنشوفه وبزات صلاح الحقيقة وشايف إنه صلاح يقدر يقود منتخب مصر بشكل أفضل شرط الكابتن هنا عليها مسؤولية كبيرة جدا وإمكانيات صلاح وخبراته تسمح له الحقيقة إنه يقود لعبته منتخب مصر جوه الملعب بشكل أفضل بكتير وهو كمان يظهر بشخصية طليق الحقيقة بواحد من أفضل ثلاث لعبين على مستوى العالم خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نتواصل مع حضراتكم ونكمل حلقتنا في السادسة أنا بشوف ببساطة شديدة جدا إنه الكرة رياضة كرة القدم تعتمد على مدى قدرتك على إيجاد الحلول جماعيا وفردية يعني إيه الكلام ده يعني إزاي تقدر تستخدم إمكانيات لعبتك القماشة المتاحة قدامك إنك أنت تطلع أفضل سيناريو ممكن للمباراة جماعيا إنك ما تعنيش عندك تسعين دقيقة مش المطلوب منهم أو فيهم إن يكون في معاناية معاناية لا دفاعيا ولا هجوميا معناها إنك أنت تقدر تجد الحلول اللي من خلالها تختارق دفاعات منافسك وتجد الحلول اللي من خلالها برضو تمنع خطورة المنافس بتاعك ده على المستوى الجماعي على المستوى الفردي وأنا بقول للكلام ده عشان حضراتكم هتشوفوا قدي كرة سهلة قدي كرة ممكن تبقى ممتعة بس ده محتاج شغل كتير جدا محتاج مدير فني عنده ثقة في إمكانيات لعيبه وعنده قدرة كبيرة جدا على تقييم قدرات اللاعبين واستخدامها وتوظيفها بالشكل الأمثل ده اللي احنا بنشوفه في الدولة الألمانية والبداية هتكون مع بروسيا دورتموند ودورتموند من الأندية المميزة جدا 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 مباراة قدر فيها بروسيا دورتموند بقيادة مارك رايس وإيرلينج هالند إن هم يتغلبوا على هوفنهايم بنتيجة 3-2 الكرة بتتلعب بمنتهى سهولة الهدف سهل ما فيهوش معاناة قدرتك على أنك تكون خطير على أنك إنت تكون مؤثر الشغل المدرد الشغل حالكم سايفينه ده تتعامل عليه شغل كتير جدا وتدرب عليه اللاعيبة بشكل كبير جدا التمركز والتحرك بدون كرة الاستلام والتسلم هدف طبعا العودة لهوفنهايم والنتيجة أصبحت تعادل واحد واحد وبمناسبة دورتموند عايز أقول حاجة مهمة الفرقة دي صدرت لأوروبا كلها أهم الأسماء يعني تخيالوا مثلا أنه أسماء زي ليفندفسكي المهاجم الأهم على مستوى العالم بص الكرة بص التحرك والاستلام والتسلم ما فيش معاناة يعني طول ما أنت ما بتعانيش طول ما أنت عندك الخضرة عنك تكون خطير بالتأكيد جدا النتيجة الطبعية كنت تتفوق في المباراة ماركو رويس بيحرز الهدف الثاني من أسيست والأرواع هجمة من ناحية الشمال أونجول طبعا هدف بنيران صديقة لكن خلينا أقولكم مثلا ليفندفسكي جندوجان ليفندوسكي طبعا مهاجم باير دلوقتي جندوجان اللعب واحد من أهم لعيبة في تشكيلة الستي عثمان ديمبلي نجم باشتونا ماريو جوتسي هوملز في فترة من الفترات سابهم وراح لباير ميونيخ أرجع لهم تاني لكن تخيالوا ومع ذلك قادرين ليفندوسكي ميشي جاء إيرلينج هولند لعيب زي عثمان ديمبلي ميشي أو لعيب زي جندوجان ميشي جاء جوت بيلينغ هام فبالتالي عندهم قدرة كبيرة جدا على أنهم يتخلوا أو يصدروا نجوم لكن في نفس الوقت بيقدموا نجوم تاني نروح لمباراة تانية جامعة بين فرايبرج الحقيقة بيقدم موسم رائع جدا وبيحتل حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب البونزليجا بعد محقق فوز مريح جدا على شتوتجرد بنتيجة 2-0 مباراة تقدم فيها طبعا فرايبرج بهدف مباراة فرص ضائعة طبعا وأرمينيا بيلفلد والحقيقة المباراة دي شهدت تقلق كبير جدا من حارس فرايبرج على مهاجم شتوتجرد حاول شتوتجرد وضيع فرص قوية جدا ومهمة جدا دي واحدة من الفرص الضائعة بالنسبة لفريق شتوتجرد لكن أنقذها الحقيقة أنقذ رائع لحارس مرمى فرايبرج عشان يحافظ على نظافة شباكه ويحافظ على تقدم فرايبرج بنتيجة 1-0 استمر هجوم بصوا غلطة المدافع دي سوق التأدير سوق التمركز إزاي تسيب الكرة هنا تنط ما ينفعش تسيبها تنط وكانت بالفعل هجمة بهدف انتهت بهدف لصالح فرايبرج على حساب فريق شتوتجرد نروح لمباراة تالتة الحقيقة وما زلنا الحقيقة في البونزليجا مباراة حافظ فيها نادي بير ليفر كوزين على بيساعد تقلقه مرة تانية في البونزليجا وحافظ على تقلقه وتفوقه الموسم ده وحافظ على حظوظه في المركز التالت هدف أول لبير ليفر كوزين من عرضية أكتر من رائعة تجاوزة المدافعين ومن زاوية شبه ميتة أحرص لبير كوزين هدفه الأول استمر هجوم لبير كوزين في مباراة سيادها من البداية للنهاية الحقيقة أسيس تأثر من رائع برضو تاني هرجع للكرة السهلة للتحرك والتمركز والتفاهم والانسجام والدقة في التمرير والدقة في الاستلام واللمسة الأخيرة كل ده ترجم في الهدف التاني لبير ليفر كوزين غلطة خطيرة يعني غلطة لا لا أعتقدش في جون ممكن جون في دوني قوي زي بونزليجا يغلط الغلطة دي كلفت بير ليفر كوزين هدف في شباكه لكن استمر الضغط ومن متابعة ومن زاوية صعبة جدا برضو أحرص بير ليفر كوزين هدفه التالت وأضى بقى بشكل جدير جدا تلاتة واحد كانت نتيجة صعبة جدا على أوكسبورج أنه هو يرجع في المباراة وهدف نسخة تبقى القص من الهدف التاني أحرص من جملة الحقيقة محفوظة ويبدو أنه متمرنين عليها بشكل كبير جدا أحرص من خلالها ليفر كوزين هدف الرابع واستمر الإبداع وكعبة أكتر من رائع لمسة جمالية بتبقى الغزالة ريئة لما الإسكور يبقى كبير والنتيجة تبقى محسومة بيبقى فيه يعني أريحية عند اللايبة أنه هم يبضعوا ويتقلقوا أقول زي ما أنت عايز تقول عشان تنتهي المباراة بنتيجة كبيرة جدا لصالح بقى ليفر كوزين بنتيجة خمسة من البونز ليجان سيبكم نروح للدوري البرتغالي واحد من المطشاط الحقيقة شهدت مواجهة قوية جدا واحدة من المواجهات الكلاسيكية براجا في مواجهة سبورتينج لجهونة والحقيقة المباراة دي افتتح فيها سبورتينج لجهونة التسجيل هدف فيه ظهر البكات براجا استلامها وخلصها يعني استلامها بسندة بهدف وبعد الرجوع للفار تم احتساب الهدف هدف صحيح لصالح سبورتينج لجهونة دايما الدوري البرتغالي أسيست أكتر من رائع من مدافع سبورتينج لجهونة لمهاجم وفرصة ضائعة ولكن بعد الرجوع الحكم للفار احتساب الاصطدام هو لبسه ضربة الجزاء يعني تقدر تقول فيه مهاجمين كده أسكية بيعرف يحطوا جسمهم ويسبتوا رجلهم بشكل يخلي المدافع يحتك بيهم وبعد الرجوع للفار تم احتسابها ضربة جزاء وسجل براجا هدفه الأول في المبرى عشان تبقى نتيجة عادل واحد واحد على الرغم من قلة إمكانيات دايما هتلاقي دايما بنفيكا أسيست ولا أروع أسيست أحلى من الهدف نفسه لكن الكرة ما يعني لو كانت سجلت هدف أعتقد أن الأسيست ده كان يبقى أجمل من الهدف نفسه في حد ذات وكنت بأقول لكم على الكرة البرتغالية بتقدم نجوم كبار عندهم منتخب قوي جدا يمكن عندهيتهم مش كبيرة قوي على مستوى القرى الأفريقية لكن دايما تقدر تقول أنه فرق زي بورتو البرتغالي سبورت انجليش بونا بنفيكا عندهم قدرة على أنه مش بس يصدروا مواهب لكن كمان في بعض السنوات كده بيبقى عندهم قدرة على منافسة أكبر عندية أوروبا ويحققوا لقب السوائل الدولي الأبطال أو اليوروبا ليج بشكل مدهش الحقيقة عايز أختم بقى مع لقطة زعنف سادسة مع حضراتكم لقطة شبيهة لها لكن كانت في ملاعب لليجة الأسبانية أو الدولي الأسباني وعلى ما أتذكر لو أذكرها ما خانتنيش يعني كانت في واحد من مطشاط ريال بتيس كان الجمهور فيها في كل موسم وفي نفس التوقيت بيرمي فيها لعب أطفال على أرضية الملعب نفس اللقطة نفس اللقطة بتتكرر مرة تانية بس المرة دي مش في ملاعب كرة القدم ولكن في ملاعب الآيس هوكي مع انتهاء واحدة من مطشاط الآيس هوكي كل الجماهين اللي موجودة لقطة يعني أكتر مرائعة النواحي الإنسانية دي مهمة جدا وده واحد من دور أو من الأدوار المفترض أنه الرياضة تلعبها الرياضة مش وملاعب الرياضة ومنافسة الرياضية مش مفترض أبداً أنها تترجم لمساحات من من تصدير حالات الحقد أو الغل أو الكراهية أبداً أبداً مش مطلوب في منافسة آه لكن في إطار والتزام من روح الرياضية ده اللي احنا بنسوفه في كل حتة في العالم وده واحد من المشاهد اللي بيأكد على ده الإنسانية في دعم الأطفال الأيتام بتترجم في واحدة من اللقطات اللي الجمهور فيها بيدعم شوفوا الكام الكبير من لعب الأطفال اللي بتترمي كلها جديد مفيش حاجة مستعمة كله بالتيكت بتاعه زي ما بيقوله لكن لقطة الحقيقة وتقليد يعني بيتكرر تاني مرة لفت نظرنا حبينا جداً إن احنا نسلط الضوء عليه نبص المنظر من الكاميرا الكشف الملعب كله الملعب اللي حضرتكم شايفينه قدامكم مغطى بالجليد هيكسوه بعد قليل زي ما انتوا شايفين كده لعب أطفال بكميات كبيرة جداً في مشهد الحقيقة راقي جداً ومتحدر جداً في ملعب الأيس الحقيقية أتمنى أشوف في يوم الأيام لقطة زي دي في ملعبنا في أي رياضة مش لازم كرة القدم لكن في أي رياضة بس طبعاً مع رجوع الجمهور مرة تانية للمدرجات النهاردة عندنا فقرة هي الأولى من نوحها لكن أنا سعيد جداً أننا أقدمها لحضراتكم وأتمنى أننا ننجح إن شاء الله في الاستمرار فيها وندي مساحة أكبر وقعدة أكبر لجمهور النادي الأهلي في كل مكان مش بس في مصر النهاردة هيكون معنا ناس من عشاء النادي الأهلي في الإمارات في الكويت وطبعاً معنا ناس من القاهرة في كل لقطة من دول هنسمح الحقيقة أننا لجمهور النادي الأهلي أنه يعبر بصوت عالي عن رأيه وعن وجهات نظره سواء فيما يتعلق بمنسابات تخص المنتخب المصري أو طبعاً وإحنا داخلين على كاس العالم يهمنا جداً نسمع صوت جماهير الأهلي بعد الفصل هيكون فقرة أولى من نوحة نبض الجماهير معنا في سادسة تابعونا وإن شاء الله تعجب حضراتكم وهتستمر معنا في الحلقات اللي جاي ترجمة نانسي قنقر